فلهذا اتطور العلم وصار له مكانة عاطفية ودلالة ورمز لحامله سواء انت ما لتوجه معين أو لفكرة معينة أو لدولة أرحب بكم أنا علي الغانم في استكان من قناة ريكوردينج وحلقة اليوم قصة العلم العلم هو الراية وهي قطعة قماشية منقوش عليها رمز أو عدة رموز للدلالة على قبيلة أو عشيرة أو دولة وألفاظ العلم بعضها كلمات عربية الأصل مثل العلم الراية اللواء وبعضها ألفاظ معربة استعملها العرب مثل البيرق الدرفز النصب البند لعقاب وكان الأول يستخدم العلم في ميدان القتال فكان قائد المجموعة يكون حامل العلم وهذا إلى رمز دلالة على موقع وثقة المقاتلين فيه فكان في الحروب دائما يحرصوا على أن يظل العلم مرفوع وأيضا كانت السفينة التي تحتاج إلى مساعدة في وسط البحر يقوم شخص ويلوح بالعلم كإشارة للتواصل ما بين السفن لطلب التوقف أو المساعدة انتشرت فكرة رفع الرايات والأعلام قديما في الهند والصين والبعض يميل إلى أن الصين والهند هم من اخترعوا العلم بينما الرومان ما كانوا يستخدموا الأعلام وإنما استخدموا الرموز فمثلا استخدموا رمز النسر فكان يعلقوا الرمز على عصا طويلة أثناء الحروب ومن أشهر الرموز المستخدمة للرومانيين هو رمز التنين أيضا ينقل التاريخ بأن المراكب المصرية التي كانت تبحر في النيل وتجوب السواحل القريبة قبل أربع آلاف سنة كانت تحمل علامات الدل على تبعيتها لمصر وكذلك في العراق والشام أيضا يذكر التاريخ أن العرب في العصر الجاهلي استخدموا الأعلام وكانوا يسموا العلم المرفوع في الحرب لواء وهي قطعة قماشية يشدوها على الرمح وينقل التاريخ أن في العصر الإسلامي كان للرسول صلى الله عليه وآله رايتين راية سودة تسمى العقاب وحملها الإمام علي بن أبي طالب وراية بيضة حملها الأنصار في العصور الوسطى صار استخدام العلم أكثر شيوعا فمثلا إذا شخص من طبقة النبلاء حسب تعبيرهم يكون عنده علم معين وكذلك للنقابات والمجموعات فكل مجموعة كان عندها علم يعبر عنها وفي الوقت نفسه يعني في العصور الوسطى خصوصا في أوروبا بدت تظهر الأعلام كرمز للمناطق والدول والأقاليم بعدها بدأت تظهر أعلام قومية في القرن السادس عشر لما صار الأوروبيين يسافروا عبر البحر بهدف التجارة أو الحرب أو القرصنة فكانوا يحطوا في السفن أعلام لتحديد هويتها والمكان اللي تنتمي إلى السفينة زي فرنسا أو إسبانيا أو بريطانيا فكانت الأعلام زرقة وبيضة لفرنسا وحمرة وبيضة لبريطانيا وخضرة وبيضة للبرتغال فلهذا اتطور العلم وصار له مكانة عاطفية ودلالة ورمز لحامله سواء أنت ما لتوجه معين أو لفكرة معينة أو لدولة والأعلام في الوقت الحالي أخذت الشكل المستطيل فأغلب دول العالم علمها يكون مستطيل والألوان المستخدمة والأشكال المرسومة لها دلالات ومعاني تخص الدولة في وطننا المملكة العربية السعودية نحتفل في يوم 11 مارس بيوم العلم السعودي وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك عبد العزيز طيب الله وثراه في عام 1937 ميلادي الشكل النهائي للعلم الموجود حاليا فأول علم رفع في السعودية كان على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727 ميلادي عندما تولى مقاليد الحكم في الدرعية فالعلم السعودي ظل شاهداً على أمجاد الوطن وشامخاً يعكس الوحدة والتلاحم وخفاقاً لا ينكس أبداً فهو العلم الوحيد في العالم الذي لا ينكس لوجود كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فالعلم السعودي يحمل مضامين ومعاني في تفاصيله فكلمة التوحيد هي رسالة السلام والإسلام والسيف يرمز للقوة والعدل والأنفة وعلو الحكمة والمكانة كما يرمز اللون الأخضر للخضرة والنماء والرخاء ومن أسماء العلم السعودي الراية البيرق اللواء العلم السعودي مر بعدة مراحل قبل ما يوصل إلى شكله الحالي الأساس فيه كان كلمة التوحيد واللون الأخضر فأول علم كان خط أبيض فاصل في يمين العلم وبقية أجزاء العلم باللون الأخضر مكتوب عليه كلمة التوحيد على السطرين السطر الأول لا إله إلا الله والسطر الثاني محمد رسول الله بعدها تم إضافة سيفين متخاطعين في أعلى الكلمة وبعدها تغير السيفين إلى سيف واحد مسلول بشكل أفقي يشبه السيف الحالي الموجود في العلم ولكن مرسوم في أعلى كلمة التوحيد والمرحلة الأخيرة هي الشكل الحالي للعلم كلمة التوحيد مخطوطة على سطر واحد بخط الثلث وأسفلها سيف باللون الأبيض وقبضته لليمين والعلم كامل باللون الأخضر فبالرغم من مرور ثلاث قرون إلا أن العلم السعودي ظل محتفظ بملامحه وهوية المتجذرة يعد العلم رمزاً لسيادة الوطن وعزته وكرامته ورمزاً لولاء الشعب لقيادته ووطنه كما أنه يعبر عن هوية الدولة وتاريخها وتسمى رسمياً بالعلم الوطني في المملكة العربية السعودية في دليل كامل لاستخدام العلم وكيف يستخدم في المحافل وفي السيارات الدبلوماسية وفي المناسبات ودرجة اللون والخط والفراغات ومتى يكون على اليمين ومتى على اليسار حتى كيف تطويه أيضاً كيفية استخدامه بشكل طولي والطريقة الصحيحة لاستخدامه بشكل رقمي ومن بروتوكولات العلم يكون للملك علم خاص هو نفس العلم مضاف إليه على اليمين بتطريز من خيوط حريرية مذهبة شعار الدولة وهي السيفين المتخاطعين والنخلة من أجمل اللحظات اللي عيشها الإنسان لما يكون في محفل عالمي ويحقق إنجاز يرفع في علمنا الأخضر تعبيراً عن انتماء لهذا الوطن وهذه الأرض المباركة فجميعنا على كل الأصعدة والمستويات رياضيين فنانين علماء باحثين مهندسين وغير من مبدعين الوطن نعمل وفي عيننا هدف هو رفع راية وطننا اللي كلنا ننتمي إليه بكل أطيافنا واختلافاتنا بهذا أكون قدمت ملخص عن قصة العلم آملاً أن ألقاكم بخير في استكان مع كتاب آخر أو قصة أخرى على أن نكون نحن ومن نحب في راحة واستكان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر